موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته وبركاته وبرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير ولا تنسوا الصلاة على سيدي وتاج رأسي سيدي رسول الله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا طبعا لعله من المناسب أن أكرر تغيير الزي بالنسبة لي هي رسالة ببعتها لبعض الناس مش لكل الناس كل الناس فهمة إنما أنا ببعت رسالة لبعض الناس وهي إن الدنيا لا تقاس بما يلبسه الناس وإن العلم لا يقاس بما يلبسه الناس والله لبست شيخ لبست بحار لبست ترينج لبست قميس لبست تيشيرت المهم إن أنت نفسك تكون شخص محترم المهم إنك تقدم ما ينفع الناس المهم إنك تساعد الناس بنصيحة صادقة اوعوا تصنفوا الناس بأشكالهم وبزيهم الزي الأزهار اللي أنا لابسه ده كنا إلى وقت قريب ما يقدرش يلبسه إلا لزينا علماء الأزهر الشريف بنى بصفتي عالي من علماء الأزهر وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شايف إن أنا من حق ألبس هذا الزي واطلع به لكن لما الزي ده انضرب بلغة السوق واعذروني في استخدام اللفظ السوق ده ويطلع بيه ناس نصابين يبيحوا للناس الخمر ويبيحوا للناس الزنا ويبيحوا للناس الفساد والضعارة ويجتموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتموا الحديث أنا رأيت إنه نعلم الناس إنه ما نخدعش لف عمة ولا في زي لف جلباب ولا في غطرة لف عمامة شيخ طريقة ولا في عمامة علم أزهري ولا في بورنيتة خواجة ولا في كاسكتة بتاعة كاب ولا خالص إيه وعا تنخدع بحد إيه وعا تنخدع بالزي كل إنسان يؤخذ منه ويرد كل إنسان يوضع في ميزان النقد محدش كبير على إنه كلامه ينظر إنما تقول لا ده كل لابس معرفش إيه لا لازم نبطل ده ولازم نتخلص من العدس سخيفة دي اللي نبص للناس على شكل مظهري اللي يبقى شكل الناس والزي اللي لابسينه هو اللي بيحدد احترامك ليه خلي احترامك ليه يتحدد باللي بيقوله مش باللبس اللي لابسه باللي بينفع به الناس مش بالناص باللي بينصبه إحنا شعب وإعنى ضحايا نصابين لا حصر لهم يمكن إحنا بنحارب معظمهم دلوقتي وبنحارب بشكل علني النصابين اللي في الإعلام والنصابين اللي في المشايخ والنصابين اللي في الدعاء الذين لا أساس لهم ولا وزن ولا حول القاتل إلا بالله يخدعوا الناس يستحلوا أموالهم يأكلوا فلوس للناس بالباطل بيقولوا كلام حيحسبوا عليه يوم القيامة كل دولة مش حنسبهم في حاله والله الذي لا إلى غيره لن نتركهم في حالهم أبدا لإن أنت رسالتك توعوية توعي الناس توعي الناس من اللي بيخوفوا الناس من الجن ومن العفريت من اللي بيستحلوا أعراض الناس وأموال الناس من اللي بيوهموا الناس أن الجن بيحرق البيوت من اللي بيوهموا الناس على أنك مركوب من عفريت الأرض من اللي عطلونا عن اللحوق بالرقب العلمي وبالمنهج العلمي وبالمنهج التفكير السليم احنا في ازمة حقيقية من اللي بيخدعوك في كل مناح الحياة فعلشان خطوة مهمة جدا ما تصنفش الناس بالزي اللي لابسينه ممكن ممكن ما تصنفش الناس حسب اللبس اللي لابسه على فكرة مش كل محجبة من الصحابة من الصحابيات ومش كل واحدة مش محجبة فيها وفيها وفيها وملعونة وسيحدث لها كيت وكيت وكيت انما عشان واحدة مش محجبة تصنفها اخلاقيا وعشان واحدة منقبة ولا محجبة ترفعها اخلاقيا نرفض هذا الكلام لابد ان نتعامل مع الجميع باحترام وبندية وبإنصاط وبتركيز وبفهم عاوزين ده كلام عادل جدا مش عاوزين بقى نرهب بعض ونخوف بعض ونقول كلام احنا حنحسب عليهم حقيقة كان كان فيه كان فيه مؤتمر معمول في مصر المؤتمر دوت كان في شهر 12 في اواخر شهر 12 كده تقريبا المؤتمر دوت فيه باحثة امريكية الباحثة الامريكية ديت بتكره مصر باختصار شديد الباحثة الامريكية دي واحدة من الحاقدات اللي بيحقدوا على هذا البلد باختصار بتعادي كل شيء في مصر بتنادي بكل شيء فوضوه في مصر بتدعو الى كل ما ما تتخيلوا من يعني بتكرهنا باختصار شديد هذه الباحثة الامريكية حاولت انها تيجي على مصر لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندنا ناس صحية تمام وهذه الباحثة اسمها ميشيل دان اول ما جت قالوا لها في المطار انت ممنوعة من الدخول الحمد لله لقينا ان في قرار يمنع هذه الحاقدة انها تخش الى مصر وفعلا منعت منعت هذه الحاقدة من تدخل مصر وبالفعل اتمنعت لكن النيويورك تايمز شنت حملة شعواء على مصر وهاتك يشتيما كالعادة تمام البعض يقول لك ليه ما كنت تسمحولها تخش مصر قالوا يعني لما كانت حتخش كانت حتحول الى نبي من الانبياء اولى من الاولياء قالوا يعني لما كانت تخش كانت شوية البخور اللي حتشموهم في شارع المعز كانوا حيفوقوها وهيخلوه تبطوا الى الله زي فيلم فجر الاسلام وترجع وهي اعلنت لا طبعا لا طبعا لا طبعا دي واحدة جاية تحرد وتحرد غير مرغوب فيها باختصار بناش دعوة بيها المهم نورك تايمز هنا شنت حملة على مصر ما لاحزتش ان حد رد ما لاحزتش ان حد خد بطرنا فيها لحد ما فجئت بمقال لصديقي العزيز ابن الاجاويد الاستاذ شريف عصمة عبد المجيد استاذ شريف عصمة عبد المجيد يعني عاوز اقول لكم هو ابن الدكتور الاستاذ الدكتور عصمة عبد المجيد ايام الزمن الحلو عميد الدبلوماسية مش المصرية عميد الدبلوماسية العربية عليه رحمة الله اللي يعني دمثت الاخلاق والادب والعلم والتربية التي لا يمكن ان تقارن الرجل الذي كان هارم من اهرامات مصر رحمة الله عليه دكتور عصمة عبد المجيد كان تبوأ كل المناصب الدبلوماسية اللي ممكن تتخيلها مرورا بانه كان سافرنا في واشنطن وكان مندوب مصر في الامة المتحدة وكان ما لحد ما بقى الامين العام لمجلس التعاون العربي او مجلس الامة العربية المهم باختصار الدكتور عصمة عبد المجيد كان رمز من رموزنا ما حدش اتكلمه الحقيقة رب اولاده بنفس التربية الى ان كان منهم الاستاذ اصغرهم الاستاذ شريف عصمة عبد المجيد صديقي العزيز لقيته عامل مقالة بعتها للنيورك تايمز وبعتها المندوب المجلة انا عاوزكم بجد تسمعوا الكلمتين اللي قالهم علشان اشفي غليلكم زي ما شفى غليلي وكلام في المنتهى الاهمية بيقول ايه بقى الاستاذ شريف عصمة عبد المجيد ونشرتها الاهرام بالمناسبة بيقول ايه السيد كيرك باترك مراسل جريدة نيورك تايمز في القاهرة قمت بقراءة المقالة المنشورة بجريداتكم عن منع الباحثة ميشيل دان من دخول مصر واردت ان يتم تنويركم انه في حالة رغبة اي مواطن غير امريكي في حالة رغبة اي مواطن ما هواش امريكي يعني عاوز يخش امريكا غير امريكي في الدخول الى بلادكم فيتوجب عليه الحصول على تأشيرة سياحية ويجب عليه الرد على سؤالين بالاستمارة المقدمة للقنصلية الامريكية السؤال الاول اذا كان المتقدم اللي عاوز ياخد تأشيرة عشان يخش امريكا بيعمل الابليكيشن وفيها سؤالين مهمين جدا انا صخصيا لاني انا ما سفرتش امريكا انا ما عرفهمش فانا فجئت بالرسالة اسمع السؤال الاول بيقولك ايه السؤال الاول اذا كان المتقدم قد عمل بالضعارة يعني هو الرجل بيسألوك الاخ عمل بالضعارة قبل كده خال انت راجل محترم ولا شيخ محترم وراح ياخد تأشيرة فبيتسئل هذا السؤال السؤال الثاني اذا كان المتقدم قد عمل قوادا يا خبر السود قوادا قوادا ومش حقدة راشرح اكتر من كده فالمهم بيقوله ومنذ ان علمت في سنة ستة وتسعين بهذه الاسئلة لم اعد اسافر الى الولايات المتحدة الامريكية ومن سمعك قسما بالله يعني لو انا شخصيا حقشنا ايا شريف ما حسافر لو علاجي عندهم مفيش حد تاني خلاص اخر يعني ممكن واحد يسألك واحد يقولك طب انت مدأك فيه الاسئلة طبعا فيه نوعية من الناس كده بالمناسبة فيه نوعية من الناس يقولك عادي تيكت ايزي اين مشكلة انت مدأك في اين واحد يسألك الاخ خوض اشتغلت خوض قبل كده مفيش اي مشكلة فالمهم ومنذ ان علمت بيقول في سنة ستة وتسعين بهذه الاسئلة لم اعد اسافر الى لويات المتحدة الامريكية لانني شخص يحترم نفسه دي الرسالة اللي بعيدها للجريدة شوف قوة المصري لما يتكلم وطبعا بقى بالعلمكم يعني شريف يتكلم اكثر من كذا لغة بالمناسبة يعني ايجادة تامة ما شاء الله يعني تمام ارفض الاجابة على هذه الاسئلة الواقحة التي تنضح بقلة الادب وتطالب حكومة وتطلب ونطلب من حكومتكم وتطلب حكومتكم ان نرد عليها كانت السيدة ميشيل دان تنتوي زيارة القاهرة بغرض حضور مؤتمر وليس كسائحة وكانت ترغب في الدخول الى بلادنا وهي تدعي انها سائحة من المعلوم انه بالولايات المتحدة يذهب الى السجن من يقوم بالكذب او بتغيير الغرض الذي منحت من اجله التأشيرة شوفوا بقى قوة القلم والفهم طبعا انا عاوز اقول لكم الرسالة دي مثال صارخ لكل واحد فينا انه يفهم انه سفير لهذا البلد وكرمت بلدك من كرمت كل فرد ومواطن فيها في السبعينات كانت الحكومة الامريكية تسأل المتقدمين للحصول على التأشيرة سؤالين اذا كانوا مثليين جنسيا او شيوعيين لكنهم ترجعوا هنا هذه الاسئلة لمصالح سياسية لمصالح سياسية من تظنون انفسكم لتحكموا علينا وانكم لا تراجعون اهانتكم للدول الاخرى وتطبيقكم الصارخ للكيل بمكيالين ويسمى هذا في بلادكم في هذا في هذا البلادكم تصرف الامريكي الجاهل وبالاشارة الى حقوق الانسان التي لطالما تعذون بها الاخرين فقد عشتوا في نيويورك عام تمانين عندما كان وليدي رحمة الله عليه ممثلا لمصر لدى الامم المتحدة وتعرضت فعلا للضرب من قبل اربع ضباط من شرطة نيويورك منتهكين جميع الحقوق المدنية ويسرد الواقعة اللي فيها انه تعرض للضرب بشكل عابر في في يعني نوع من انواع الاستفزاز اللي حصل بين بينه من بعض الجنود الامريكيين او الشرطة الامريكيين وتدخل واحد من السود السمر يعني وكانت النتيجة انه ضربوه ورفضوه من الجامعة لو لان الدكتور عسمت تدخل لهذا الاسود لاعادته معززا مكرما ان اكرمكم عند الله اتقاكم لكن عندهم عنصرية اه في عنصرية في الكل بميكيالين في امور انت متقدرش تحكمها ابدا بمنظور الجرائد والاسباب والاعراف الدبلوماسية المعروفة عموما في اخر الرسالة قال كفوا عن اصدار الاحكام وكفوا عن الكيل بميكيالين وانظروا الى افعالكم والى العنصرية الداكنة والمترصخة في مجتمعكم ان العنصرية لم تبدأ في عام 2014 بمدينة فيرجسون بولاية ميسيسيبي حقيقة رسالة كلها نوع من الادب والاحترام والصراحة الصراحة التي لا تخلو من قوة واعتداد بالنفس احب اوي المصري اللي عنده كرامة اللي عنده اعتداد بالنفس هو دا الكلام هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده فان العزة لله جميعا هو ربنا قال اعزة على المؤمنين اذلة اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو ما تلائم يعني اذا ما كنت ذو شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم بما دون النجوم تحياتي ليك يا شريف واسم على مسمى ابن من تكون رحمة الله على والدك رحمة واسعة كانت رسالة يهمني اقولها لكل منبطح والكل ضعيف الشخصية والكل خوافر عديد والكل واحد بترتعت فرائسه لما يذكر اسم الغرب كما لو كانوا انبياء السلطة والقوة في العالم لا لك من العزة والكرامة حتى وان كنت ضعيف المهم طولت عليكم لكن بناء على رغبتكم حنواصل الحديث النهاردة عشان نكمل الحوار اللي حصل الخميس اللي فات مع استاذنا الكبير الدكتور جمال شعبان استاذ القلب بمعهد القلب اللي تكلم في مفاجآت علمية صارخة وعجيبة ومفاجئة وصادمة لنا جميعا عن الكائن المستقل اللي اسمه القلب كائن اسمه القلب ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليل بعد الفاصل نواصل ابقوا معنا قالوا لي عنه أنه هو دكتور مصطفى محمود الجديد اللي طل علينا مرة تانية اللي خلط ما بين العلم والإيمان قالوا لي عنه أنه إحنا في قمة الانبهار أن التخصص بتاعه بيأكد لنا عدم انفصال العلم عن كتاب الله عز وجل وقالوا لي عنه أنه الراجل ده مطلوب أوى في الوقت اللي بيتهاجم فيه التراث الإسلامي والأحاديث النبوية لأنه بيأكد للأسادزة والأفندية أنه الأحاديث النبوية اللي هجموها فيها من الإعجاز الطبي اللي هما مش حيقدروا يفهموه فعشان الكلام ما يطلعش من الشيوخ ويبقى تقيل على قلبهم كان الكلام من عالم بحجم الأستاذ الدكتور جمال شعبان أستاذ الكهروفيسيولوجي أستاذ القلب بمعهد القلب اللي واخد زمالة أكتر من 7-8-9 جمعيات طبية عالمية هو ده المطلوب بنرحب به أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام وأهلا بحضرتك وأنا مفصول تاني أن أجي في هذا المنبر التنويري الجميل بإطلالاتك الرائقة الشائقة التي تمتد من المحيط إلى الخليج الدكتور جمال مبارح أو الخميس اللي فات كنا وقفنا عند مصطلحات وعدنا الناس نقولها لهم مصطلح القلب ومصطلح الفؤاد ودي موجودة في القرآن ولينا تفسيرات نحنا كمشايخ فيها وكأهل تخصص لغوي في التفسير إنما عاوز أسمع منك إيه تعريف الفؤاد في نظر الأستاذ الدكتور جمال شعبان أنا أتكلمت المرة اللي فاتت عن إن القلب هو المخ الطرفي وإن هذا المخ الطرفي يمكن أحاول أقربه للناس طب إحنا عندنا المخ المركزي الذي يوجد في الجمجمة لو أنا عندي كمبيوتر وعندي هاردسك به فيه كل الملفات أحياناً بحتاج أحط بعض الملفات في هاردسك جانبي كده بيحتفظ ببعض الملفات ده للتشبيه لتقريب المعنى فالقلب يعتبر زي هاردسك تاني بيحتفظ بملفات العطفة والحب والكر والحزن بالتوافق مع الهاردسك البركزي الكبير لا يتعرض معه عطفة فيها عطفة وفيه ترجمة للعطفة ولكن عطفة القلب تسبق عطفة المخ وإشارة القلب تسبق إشارة المخ لذلك المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدري حس أنك أنت مدايئ وكرهت أن يطلع عليه الناس ودائماً حتى حضرتك في المنطق القرآني لما جاء في قضايا فكرية وفلسفية لما جاءت تكلم مع الخليل إبراهيم مع المولى عن قضية الإحاة والإباتة قال له أولا بد أؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أيوة فهمها فجعل القلب هو مناط طمأنينة لما عدت أتأمل في الطمأنينة في القرآن ما جاش ولا مرة واحدة القلب المطمئن جاءت النفس المطمئنة لكن في نهاية الحياة يا أياتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك لكن دايماً يجي مع القلب فعل الإطمئنان ليطمئن قلبي الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله عايز أقول إن هو الطمأنينة مع حالة القلب لأنه متقلب هي حالة وفعل وليست يعني صفة راسخة ويمكن أمل دونقل الفلسوف الشهر الجميل اللي بحب الشهر بتاعه قال ومتى القلب في الخفقان اطمئن دايماً القلب هو ينبض الطمأنينة بعيدة عنه ومتى القلب في الخفقان اطمئن في الخفقان متى يطمئن القلب هو يعمل على مدار الساعة مئة ألف دقة في اليوم عضو متحرك بهذا الشكل كيف يطمئن الاطمئنان أو الاستقرار ده هيحصل مع السكون في الراحة الإبادية في فردوس الله ونعيم يا اياتها النفس المطمئن فصفة اللي اطمئنها لما تكون لازمة لازبة مستمرة عندما ينتقل الإنسان الرافيق لكن في الحياة عاوز تقولي أن الطمأنينة ده يعني شعور لا يتولد في المخ إنما يتولد في القلب في القلب وهو شعور يعني فاعل متجدد يعني يقولك الذين أمنوا واطمئن لقلهم بذكر الله لما تغيب عن ذكر الله تغيب الطمأنينة يعني معنى كده دكتور أن أنا ممكن أكون بمخي حاطت كل الأمن والسيكوريتي اللي أنا ممكن أتخيله عندي حرص وفيه أسلحة وفيه قنوات دفاعية عديدة ومع كده قلبي مش مطمئن قلبي مش برتاح دايما والمصطفى يقول استفتي قلبك وإن أفتوك أو أفتوك ما قالش استفتي مخ أو عقلك القلب دايما إحساس القلب يكون صادق جدا وساعات الواحد يقول يحسبها وبعد كده ياخد بقرار القلب ويطلع قرار القلب هو القرار السليم برضي مناسبة القلب السليم يعني مرضو حتى تتأمن في القرآن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضان طب عكس المرض إيه الصحة ما قالش القلب الصحيح قال القلب السليم قال القلب السليم ما قالش القلب الصحيح أيوة طيب المفروض عكس المريض الصحيح الصحيح السليم إيه فالسلامة دي درجة أعلى من الصحة قد يكون قلبك صحيح عضويا لكنه مريض معنويا مريض بأمراض القلب مش سليم مش سليم الله 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 القلب السليم ده قلب أعلى من الصحيح فيه صحة نفسية ومعنوية لذلك يقولك العرب على الحسود قلبه كان ناري تأكله نفسها اللي لم تجد من تأكله ودي احنا شفناها حالات عضوية يسمىه سايكوسوماتيك أو ستريس كاردوميوبة فيه يبدأ بالنفسنا والحقد والكر وبعا شوية يجي له أزمة قلبية ونفكر أن هي جلطة في الشرين التاجي ونعمل له أسطرة للشرين لا الشرين مفتوحة وبعا كده القلب يرجع تاني سليم فيسموها تاكوتسابو سندروم متلازمة أسهلة العالماء فهي صدمة نفسية نتيجة حرقة الدم أو النفسنا يعني حالة الغل أو الحسد أو الزن السوق قد تنقلب إلى حالة عضوية موقتة وتختلط بأزمة القلب الحادة وبيجي له ساعات صغيرين قوي أقول ده جلطة في الشرين التاجي وأعمل رأس من القلبة ليه فعلا علامات الجلطة ندخل نصور ما ليش الجلطة وبعا كده بعد شوية القلب يعنعكس تماما بيسموها استيريس كاردو ما يو بسي أو متلازمة القلب المضغوط المصدوم عاطفيا اللي بالبلد نقولها للناس كده اللي هو يعني هل هو المصدوم عاطفيا ولا المنفس المصدوم عاطفيا المنفس لو بلغت النفسنا درجة معينة من الحد ممكن تنقلب بهذه المتلازمة لذلك المولى عز وجل ذكر عن أهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل عشان تبقى الحياة الأبدية حياة رخية نقية لازم القلب ده ينقى من الغل لأن الغل ده يعني بيبقى نقيد الاستقرار والسلامة في سورة الحشر ربنا يقول في القرآن على لسان المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمانوا وفي الآية لحضوريك ذكرتها ونزعنا ما في صدرهم من غل إخوانا على سور المتحدثين القلب اللي هو مستهدف بهذه الأمراض المعنوية قد يكون أيضا عرضة للأمراض العضوية بعد ذلك لذلك أنا دايما بقول يا رب قلبي سليم معنويا يعيش في الدنيا سليم من أمراض القلب هل الغل بيولد مرض عضو في القلب؟ أنا قلت لحضرتك قبل كده مفتاح الوقاية من أمراض القلب في كلمة قالها المصطفى لا تغضب الله والغل أحد عوارض الغضب أو الغضب أحد إفرازات الغل ليه على طول مشحون الغضب ينشط الجهاز العصب السمبثاوي إحنا عندنا جهازين أيوة لا إراضيين عصبيين في الجسم نعم الجهاز العصب السمبثاوي واللا سمبثاوي أو الباراسمبثاوي السمبثاوي ده المسؤول عن بيسموها التلاتة إف بيعلموها للزغيرين في الفيسيولوجي Fear Fight and Flight الخوف والفزع والطيران والقتال تلاقي الواحد اللي داخل حرب أو هيطير أو خايف حدقة اللي تلاقيين تتسع يعرق نبضه يسرع ضغطه يعلى ده بيسموها حالات الفزع أو الخوف والحالات دي لو بقت متلازمة بقى الواحد على طول ضغطه يعني مهايبر على الضغط العالي نبضه على العالي كل ما طلعا من بر بتحصلي بقى لي أكتر من بالتلاتين سنة كل ما طلعا من بر بتحصلي ما هو حضرتك بتلاقي اللي هو الواحد الجهول قليل العلم يدخل بقلبه يقولك داخل بسدره بكتلاقيه فاضي لما دايما اللي هو بيحب البرفكشن أو الاتقان بيعمل كل حاجة كأنني أعملها أول مرة صحيح يعني تفقيني مثلا أنا بدخل العمليات بحافظ على أبسط القواعد كأنني بعملها أول مرة عشان كده بتنجح لو دخلت بسدري خلاص بقى من عملتها ألف مرة تفشل هذه العملية لذلك دايما البرفكشنست أو الإنسان الذي يدقن عمله يدخل كل عملية كأنها تجرى لأول مرة يعلامة الإنسان سديد العقل ونافذ الرؤية والبصيرة لما بنتكلم عن القلب وبنقول أن القلوب أيضا حضرتك عايز حتة مناطل عاطفة والخوف والفزع والسكينة القلوب تصدق أيضا يعني المصطفى قال سل الله عليه وسلم أن القلوب تصدق كما يصدق الحديد وأنا في رسالة الدكتورات في أيام ما كنت بذاكر الدكتورات قلت يا رب إيه اللي جاب الحديد لكده وأنا بذاكر التفاعلات بتاعة أكسجين في ريادكلز اللي هي الشقائق الحرة للأكسجين التي تسبب تلف الأوعية الدموية وجلطة القلب هناك تفاعل يتحول فيه الفرس اللي هو الحديدوز إلى فرّك اللي هو حديديك عشان تنشأ هذه الشوارد يعني صدق الفرس ده لما يتحول الفرّك يبقى الحديد حصل له صدق اسم فرّك فرّس يتحول إلى فرّك فرّك أكسد اسمه كده صدق الحديد هو تحول عملية الحديدوز لحديديك فرّس وفرّك هو الإنجليزي والفرّس وفرّك فتحولوا الحديدوز إلى حديديك دي عملت صدق ده عامل حفاظ عشان يتكون الأكسجين في ريادك اللي هو الشقيقة الأكسجينية اللي تسبب تلف وجلطة القلب دي ترجع قلت سبحان الله وبعد شوية ببص البريتش هارت جنال لقيتهم كتبين الحديد يصدق داخل الأوعية الدموية ده حقيقة علمية سابتة يتحول الحديدوز إلى حديديك دي عملت صدق ما أنت لو حطيت حديد في الهوى ومية يتحول حديديك يبدأ حصل له صدق فإحنا عندنا الحديدوز يتحول حديديك في التفاعل بتاع تكوين الأكسجين في ريادكل فيصدق القلب الله أكبر عملية الصدق مش بس عملية معنوية الله أكبر يصدق فعلا عملية الأكسادة دي لذلك دايما يقول لك لحظوا يا جماعة يعني اللفظ يا جماعة خدوا بالكم اللي قالوا الدكتور دلوقتي تلعن هوش لفظ مجازي ده من المنظور العلمي الإعجازي أنه وجد أنه هذا الأوعية الدموية بيحدث تفاعل بيكسود الحديدوز في البريتش هارتشون قال الحديد يصدق داخل أو الدموية كده عبارة واضحة يبقى نقول صدق رسول الله ونقول نمسك التراث نرميز الزبالة وما ينتقل هيقول لك بيلبسه النص لا دي حقائق نقول صدق رسول الله ونقول على البخار أنه كان الصاب وما ينطق عن الهوى ولو حاجات كثيرة جميلة جدا صلى الله عليه وسلم يعني أنا أجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لخص الوقاية من أمراض القلب في حاجات كثيرة جدا نعم بنتكلم على الحالة النفسية السيدة عائشة زارت أهل ميت ذات مرة لقيتهم زعلانين ومديين وعندهم حالة اكتئاب نعم فقالت لهم عليكم بالتلبينة لأن المصطفى أوصى بيها ألولها لي في البخار الحديث في البخار فقالت التلبينة مجمة للفؤاد مذهبة للحزن الفؤاد اللي احنا بنتكلم عليه الفؤاد هو في رأيه قلب القلب هو الجزء العاقل الحساس من القلب وهو في القرآن بيفرق بين الفؤاد والقلب ممكن تعرفنا عن ايه التلبينة؟ التلبينة اللي هي عبارة عن خلطة من اللبن مع الشعير ودي لما درسنا التركيب بتاعها معجزة فعلا لأن فيها مادة بتعمل السريتونين اللي هو بنديها لأدوية الاكتئاب يعني هو أنت سريتونين أو سريتونين أجونس فده بتحسن الحالة المزاجية للإنسان وفيها مواد مضادة للأجسادة بتمنع عزمات القلب وتقلص القلب فهي التركيبة في وقتها مجمة للفؤاد مذهبة للحزن صدقتها سيدي يا رسول الله الأملاح اللي موجودة فيها بتريح القلب مجمة أي من الاستجمام والراحة بتريح الفؤاد بتخلي القلب السريع ريلاكسيش يريلاكس لأن فيها مادة البوتاسيوم والمغنيسيوم ودي احنا بنديها أدوية في حالات القلب السريع بدي له مغنيسيوم وتاسيوم وفيها مواد ضد الأجسادة بتمنع أن الجلطة تحصل دايما للأزمات النفسية ممكن لها دي بعرضة للأزمات القلبية فهي بتهدي الأوعية الدموية وتهدي جدار الشريان التاجي وأيضا فيها المادة اللي بترفع الحالة المزاجية لذلك قالت التلبينة مجمة للفؤاد مذهبة للحزن فقلت دا يعني فيها وقاية من أمراض القلب كان أحمد شوء الشاعر العظيم يقول ولو خلق فلو خلقت قلوبه من حديد لما حملت كما حمل العداد يعني هذا القلب اللي هذا هو من لح ودم بيحمل كفير جدا ويمكن قلت المرة اللي فاتت هذا العضو اللي هو بقد قبضة الإيد يعني اتخيل حضرتك لو حبيت تعمل مثلا أمارة عاسيا مطور يشتغل مئة ألف دورة في اليوم لمدة سبعين سنة اتنين مليار دورة يشتغل على مدار الساعة في الحركة في السكون في اليقظة في النوم لا يكلا يا مل لا يهدأ لا يستقر لا يرتاح هتجيب طاقة ديه حسبها قال دي طاقة تكفي لرفع قطار سكة حديد محمل بالبضائع لأعلى قمة جبل في أوروبا حوالي 4000 ميل بيحمل هذا القلب الصغير تبارك رب العالمين لذلك من الأبيات المنسوبة للإمام علي داؤك فيك ولا تبصره ودواءك منك ولا تشعره وتزعم أنك جرم صغير أي جسم صغير وفيك انطول العالم الأكبر العالم الأكبر في هذه المدخة الصغيرة التي بالإضافة إلى الوظيفة الميكانيكية الوظيفة الحيوية والشعورية والعاطفية طب أنا القرآن بيين لنا أنه القلب هو الفقيه بتاعي تمام ورح جاي النبي صلى الله عليه وسلم بيين لي أن القلب هو المفتي بتاعي القلب الفقيه بتاعي آه فين الكلام ده في قول الله تبارك وتعالى ولقد ضرقنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون به لا يفقهون به نعم صحيح وجين الحديث النبو الكريم صلى الله عليه وسلم القلب عنده مخزن معلومات اللي احنا بناخده طوال حياتنا في الدراسة والخبرة وخلافه موجود في القلب هل القلب في هذا الإمكانية فعلا؟ يمكن احنا أشارنا إشارة سريعة في الحلقة السابقة إلى المخ الطرفي آه احنا قلنا فيه مخ مركزي ومخ طرفي طيب 40 ألف خلية عصبية نيورون كاملة النطجة ونمو وجدت داخل القلب إن العلماء بتاعي تقلقوا إيه اللي خلى كده انت عشان تعمل علاقة بين القلب والمخ الأمعاء ما فيهاش كده بقية الأعضاء ما فيهاش كده انت عايز بس وصلة يعني حضارك عايز تنقل رسالة كهربية عايز تنقل من محاول رئيسي عايز سلك كابل بسيط وهي شغل القلب ايه هذه الكمية من الخلايا العصبية فقالوا ده هو المخ الطرفي زاكرة القلب زاكرة الخلية كل الخلايا له زاكرة ويمكن المولى عز وجل لما تكلم على الجلود قالوا لجلودهم اللي ما شاهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتقه فالقلب هو الزاكرة فيه أكبر وأكبر وعاطفته أسبق وعلاقته بالمخ علاقة تواصل وتراسل وبينهم وسائل وقنوات اتصال على مدار الساعة وفيه تناغم جميل جدا دويته بيشتغل طب أنا اللي لقيت تشبيه في القرآن يا دكتور جمال بيشبه القلب بأنه زي السفنجة بيكلم عن بني إسرائيل من كتر حبهم للعجل ربنا قال إيه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم إزاي كلامه كلمة جميلة جدا وعملية الإشراب والتشبع بتاعة القلب دي عملية جميلة جدا وأيضا ضدها عملية الفراغ يعني هو القرآن في تعامله مع القلب حضرتك قلت أنه هو مشرب القلب المشبع وأيضا تكلم عن الفؤاد الفارغ فأصبح فؤاد أم موسى فارغا الحاجة دايما الفراغ ويمكن في آية تانية قاله وقف إداتهم هواء ودي برضو سبق علمي لأن احنا اكتشفنا أن الفراغ هو هواء يعني ما تقولي نصف الزجاجة ده فارغ إنه ليس فارغا إنه مملوء هواء لكن ما فيهوش السائل فالقلب الفارغ اللي هو مملوء هواء ده بيكون عرضة زي ما قال ابن القيم القلوب آنية إن لم تملأها بحق ملقتها بباطل بشهوات وشبهات فالقلب اللي هو المملوء المشبع بالقلوب آنية إن لم تملأها بالحق ملقتها بباطل لا بد أن تملأ فالقلب المشرب ده لا يمكن أن ي ذلك المولى عز وجل قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا لا يترك فارغا لو ترك فارغا لأصبح في مهب الشهوات وشبهات فلذلك ألهمها على طول أفهبات ربطنا على قلبها ولذلك التفريئة في أول الآية بين الفؤاد والقلب أنا أرى أن الفؤاد الجزء الحساس الرومانسي المتفاعل مع المشاعر أكتر من القلب القلب هو العموم حضرتك بتقولي الفؤاد ممكن يكون تجويف الصدر أنا كنت متخالق بالفؤاد والتجويف الذي فيه قلب لا لنثبت به فؤاد هذا ما قرأته في التفريئة الصدر غير ثابت الصدر متحرك لو كان الصدر هو التجويف لم نشرح لك صدرك ده فيه شرح وانبساط وتمدد مع الشهيق والزفير لكن الفؤاد نثبت ودايما يتكلم على التثبيت وليس التسكين ودي برضو معجزة لأن القلب مساكن لو ساكن لا يتحرك هو ثابت في معدله وإقاعه لأنه ثبت به فؤادك يمشي على رتم وإقاع موسيقى القلب حتى في أحد الأجاري كتب شفرة القلب شفرة معينة ماشي عليها بانتظام شديد ينقبض وينبسط ينبض بمعدل من سبعين لمدة ضربة ونقاعد لو اتحركت يزيد بمعدل كذا لو جريت يزيد بمعدل كذا إقاع ثابت لا يختل لكنه ليس ساكنا ولأن الشاعر بيقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان فإن الوقت قد همنا وإن الامتاع الذي نحصل عليه منك لن ينتهي لنا لقاءة أخر إن شاء الله بمشاءة الله لك كل التحية وكل الاحترام وجزاك الله خير الجزاء شكرا باسمكم جميعا نتقدم به إلى الأستاذ الكبير الدكتور جمال شعبان الذي ما زال الحديث معه موصولا بإذن الله ومشيئتي ومعياتي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم نلتقي غدا في الثالثة عصرا إن شاء الله صلاة وسلاما على أمير قلوبي وطب قلوب المحبة والصفاء سيدنا محمد صاحب القلب السليم وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى